وحكاية المشاهير بقى جات ازاي ان انت مأزون المشاهير وبتاعت ابتدت فين واحنا شايفين اخر واحد حازم ايهادي حبيبي اه لا فيه كان بعدين مروان يونس كان بعدين مروان يونس انا اول كتب كتاب عملته كان ده اشهر اعزب ده مروان يونس ده جابوه ازاي ده في الجواز ده انت اقنعته ازاي ولا ايه هو لما قابل بقى عارف انه لازم يتجوز يعني اه وده طبعا محمد عادل امام برضه من كم سنة بقى ده اول كتب كتاب اول كان وشه حلو عليك اه ده كان اول كتب كتاب لحد ميجا ستار يعني اه طبعا كان تقريبا من ثلاث سنين ووشك حلو عليه الحمد لله الحمد لله لا هي اسرة الامام ما شاء الله تبارك الله بتعمر في الجواز ما شاء الله يعني هما ما عندهمش جد ان احنا نكمل يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يديم عليهم الستر والوخاء وده المفروض على فاكرة نفجع نقول النية في الجواز على الابدية مش بتجوز اجرب ده ده مش تقضى شرط مش تقضى اما غرب اذا ما عجبنيش ابقى اطلق ما ينفعش تكون نية حتى عند ربنا كويسة اي لكن ليتنا ان احنا نعمر في الارض دي هانا الزاهد اه دي هانا واخمد اه دي هانا واخمد جميلة اه دي هانا لتنين لطاف جدا جدا يعني واحمد فاهمي اه يعني احمد فاهمي وهنا اللتنين لطاف جدا وهم فرندي قوي ودمهم خفيف طب انت سيطرت ازاي وقلتلهم خطبت انك يا حدول انت قلتلهم ايه قلتلهم خطبة خمس دقايق خمس دقايق سمعوا اه سمعوا يعني ايه الاهام النقطة اللي انت بتوصي انا دايما الخطبة بتاعتي بتكون يعني بسيطة وسهلة وبنتكلم فيها عن نوايا الزواج لاني النية هي البركة نتجع للنقطة اللي بتكلم فيها فعلا هي نيتك تعمر بالزبط كده شرط من شروط الزواج ايه الفرق بين جواز المتعة والجواز الشرعي هي نية التقبيد انك انت تكون متجوز عشان تعيش عمرك كله يعني اه فدايما بتكلم في الحتة بتاعت نوايا الزواج لان انسان ينوي بايه انه هو داخل يتجوز تقبيد مش مؤبت اه تقبيد مؤبت حلو تقبيد مؤبت حلو طبعا مزيع المشهور وده مروان ايه واشهر برضو يعني ده لسه قريم اه تقريبا من سنة تقريبا من سنة مروان صديقي ومعاي في الجم جميل اه وصيته بايه دايما بذكرهم بالنوايا اللي يستحضروها وهم بيتجوزوا لان النية زي قلتلك كده هي البركة في الانسلامة بيستحضر النية الحاجة ربنا بيجزي بها فيستحضر بقى النية انه هو يطيع ربنا ويتبع سنة نبي صلى الله عليه وسلم وانه هو يعمر الارض وانه هو يعف نفسه وانه يعف امرأة مسلمة وانه يستمتع بالزرية الصالحة اتقلت بكلامك معايا في الجم يعني مش عديها كده يعني ده من نوع برضه من حصن التباعه للرجل يعني ان الست يعني لها ما ايه لهنا مثل الذي علينا بالمعروف مش روح يخسي وروح يتجمه وخلي بالك وهو مش واخد باله من نفسه وهو ضرب الفينيلا النصه كمه والشورته بالزرطش هايز اقول هايز اقول رجال يزعله بقى والحاجات يقول لك رجل من غير كرشه من زي كده لا لازم هو كمان ياخد باله من يعني من مظهره من اسلوبه من طريقته وهي كمان والجسم السليم والعقل السليم وعين نفسه على الطاعة وعلى الشغل ويقدر الشباب وصحته كويسة ويجيب اولاد صالحين واصحاء وحاجات كتيرة جدا جدا بيقولوا يعني انت كلام ماش بدايقك انت مثلا موضرن ولا حاجة لا لا اخد اشتركوا في القناة